زراعة القرانية فالشيء إن شاء الله موجود ومنتوفر بالعراق ومنتوفر بأربيل بس أكو موانع يعني أكو أشخاص ممكن هذا ما يرهم لزراعة القرانية طبعاً احنا مثل ما قلنا هو أكثر مرض حالياً بالعالم للقرانية يستوجب الزراعة بعد الإصابات والالتهابات وأكثر مرض شيوعاً هو مرض القرانية المخروطية نعم الشخص اللي يعاني من مرض القرانية المخروطية احنا نسوي له يعني نسوي له فحوصات وتقييم للحالة إذا كانت الحالة متوسطة أو شديدة يستوجب زراعة القرانية مثل ما قلت لك بالسابق كنا نزرع القرانية كل أو جزئي ولكن حالياً أكو عملية حديثة هي عملية كيرس زراعة القرانية الحلقي اللي أول مرة أدخلها للعراق صار شهرين تقريباً من أجل غيناها ما شاء الله وبنسب نجاح عالية جداً وهي لا تحتاج أنه خياط ولا إزالة جزء من القرانية للشخص المصاب وتم بمساعدة الأجزاء الحديثة وفترة نقاهتها بسيطة جداً ونسبة الرفض بيها ضئيلة جداً تكاد تكون معدومة نحن دائماً نقول ما نقدر ننفي نسبة رفض من أي زراعة عضو بالإنسان ولكن هذه العملية نحن رح نتخلص من يعني نأخذ بس السيترومة أو الجزء القرانية اللي ما بي خلايا ننوخر الخلايا ونستعمل جزء خفيف ورقيق من القرانية بحيث إمكانية رفضة تكون ضئيلة جداً تقريباً معدومة ونسبة نجاحة عالية ونسبة تحسين النظر من خلال هذه العملية بصورة كبيرة ويكون مباشر بعض أيام من العملية ممتاز يعني ما كفت موانع قوية ممكن ما عندنا أي موانع لإجراء هذه العملية طيب دكتور نحتاج بهذه العملية إلى متبرع بالقرانية طيب زين شلون شون حصل المتبرع هو زراعة القرانية يعني عملية زراعة القرانية هي عملية تعتبر معقدة وبها صعوبة بسبب المتبرع طبعاً إحنا ممكن نأخذ كلية من شخص ويظل عايش يعني لأن إذا إنسان عنده كليتين متبرع بوحدة ولكن يعني إحنا ما ممكن أنه من شخص عايش فهو عادة تكون التبرع بعض الوفاة ذوي المتوفي ممكن يعني يكون بموافقتهم استحصال أو التبرع بقرانية المتوفي بعد الوفاة هذا لازم يكون مدعوم بقانون تشريع في الدولة اللي يحدث بيها التبرع هل عدنا بالعراق؟ طبعاً مو بس العراق دول كثيرة ما موجود بيها هذا القانون أو هذا التشريع التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأسباب كثيرة المهم إحنا بالعراق ما موجود قانون تبرع بالأعضاء بعد الوفاة ما عدنا هذا فما نقدر نحصل على قرانيات من متبرعين متوفين في العراق فهذا الشيء إحنا ما متاح فنلجأ إلى استيراد القرانيات من دول عدهم هذا القانون وعدهم وفرة بالتبرع يعني الناس عدهم وعي أنه معظم الناس يقول لك أنا أخلي أتبرع بالقرانيات مال المتوفي مالتي يعني إعطاه لأشخاص آخرين ممكن يستفيدون ممكن